ونبقى في الشان الطبي وضمن ملفنا الأسبوعي نتطرق هذه المرة إلى خشونة الركبة التي تعد من الحالات المرضية المرتبطة عاددا بتقدم العمر إلى في حالات مرضية صعبة كإصابات الملاعب للرياضيين أو الروماتزم خشونة الركبة مرض ناتج عن تأكل الغضاريف الناعمة التي تغطي سطح المفصل والتي تساعد على نعومة الحركة وانسي بها حيث يحدث أولا ضعف في تماسك هذه الغضاريف ما يؤدي إلى تشقق سطحها ثم يبدأ التأكل التدريجي إلى أن يصبح سطح العظمة عاريا من الغضاريف التي تحميه ما يسبب الآلامة والانتفاخات خشونة الركبة هي حالة طبيعية تحدث لدى النساء والرجال بنسبة متساوية قليلا حيث تصل النسبة عند النساء بعد عمر الخمسين سنة من 13 إلى 15% بينما عند الرجال حوالي 10% إلى 12% الخشونة بصورة عامة طبيا هي تقسم إلى أربعة أقسام ولكن للتسهيل نقسمها إلى ثلاثة أقسام للمراجع هي عبارة عن خشونة بسيطة وعبارة عن خشونة متوسطة وخشونة شديدة وتتمثل أعراض تأكل مفصل الركبة بألام حول الركبة تختلف في شدتها وتزاد مع الحركة خصوصا عند المشي وصعود الدرج والجلوس على الأرض أو ثني الركبتين عند الصلاة وقد يصاحب هذه الألام تيبس وصعوبة في الحركة زيادة الوزن من العوامل المهمة لخشونة مفصل الركبة السبب الآخر هو الأمراض التي تؤدي إلى زيادة الخشونة مثلا الكسور في المنطقة القريبة من المفصل ككسور أسفل الفخذ أو كسور أعلى عظم القصبة أو الإصابات الرياضية خشونة الركبة هي مشكلة صحية شائعة تصل حد أن تكون عامة بعد التقدم في العمر لكنها يمكن أن تصيب الشباب لأسباب معينة كالتاريخ العائلي أو التعرض المتكرر لالالتهاب أو الضرر الذي يصيب مفصل الركبة كما يحصل مع الرياضين إذا كانت الخشونة بسيطة طبعا يكون علاجها بسيط عن طريق أدوية بسيطة التي هي الأدوية النونستيرويدية أو عن طريق العلاج الطبيعي أو استخدام الجل عندما تكون الإصابة من الدرجة الثانية أو بداية الدرجة الثانية نحب أن يفهم الأخوة المشاهدين أن هذه الأبرى أو الأبرى التي هي الهيلورونيك أسد المعروفة الهيلورونيك أسد والتي يسموها الأبر الزيتية هي عبارة عن أبر تؤدي إلى تزييد المفصل من جديد تؤدي إلى تقليل الآلام لا تعمل على تكوين غضروف جديد أو تكوين مادة غضروفية في العظم هي مرحب تحسن الخشونة من ناحية الاحتكاك عبارة عن أبر زيتية تساعد من تقليل الاحتكاك ليس لخشونة الركبة علاج دوائي يعيدها إلى ما كانت عليه وما يصفه الطبيب هو فقط لتقليل الالتهابات والألم ويبقى العلاج الجراحي هو المفصل في عودة الركبة إلى طبيعتها قدر الإمكان بعد التقدم المبهر في نوعية المفصل الصناعي ترجمة نانسي قنقر